ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله بحسب ما أفادت به الشرطة وأوردت الشرطة في بيان أنه حتى ما قبل نهاية المباراة سعى عشرات الأشخاص بعضهم يرتدي أغطية رأس إلى مواجهة الشرطة في وسط المدينة الأمر الذي أخلى بالأمن العام وأضافت أنه جرى استخدام مفرقعات وإلقاء مقدوفات فيما تسلح البعض بعصي وأضرم أخرون حريقا في الطريق العام وخربوا إشارة المرور وأوضحت الشرطة أن صحفيا أصب في وجهه بمفرقعات وتدخل عناصرها باستعمال خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع